يخص السياسة الخارجية فنحن نشجع سياسة خارجية تكون هجومية مبنية على المصلحة الوطنية سياسة خارجية دائما تكون إلى جانب تضع الجزائر دائما إلى جانب القضايا العادلة والشعوب التي تطمح لتقرير مصيرها خاصة الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي سيد يوسف أشيش عدنا عن المقاطعة ماذا تقصدون بالسياسة الهجومية سياسة هجومية بتكريس مبدأ الندية في التعامل مع الدول ومبدأ التعامل بالمثل خاصة مع الدول التي تريد أن تفرض نفسها على الرأس مالية التي تريد أن تفرض نفسها علينا اليوم ما لازمش نخليهم يشوفون بالمنطقة الاستعماري القديم لأننا دول ذات كاملة السيادة ولدينا الحق في التصرف في أمورنا بدون استشارة أي أحد وبدون إذن أي أحد لذا نرى بأنه حان الوقت لكي بورت سيمون سيبي في هذا المجال ونتجه إلى خلق شركاء جدد خاصة في القارة الإفريقية وفي مجالنا الحيوي من شركاء وأيضا فيما يخص السياسة الخارجية نحن نرى بأنه حان الوقت لإعادة النظر في الكثير من اتفاقيات الشراكة خاصة اتفاق الشراكة الذي يربطنا بالاتحاد الإفريقي وهذا لتكريس مصلحة الوطنية ولتكريس مبدأ رابح رابح بين تعاملاتنا بين الجزائر والاتحاد الأوروبي